اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات والطلاب وطالبات برنامج جده متعلم في جمعية هدى باسمي واسمكم مرحب بفضيلة الشيخ أيثم محمد صرحان وفرقه الله وتعالى حياكم الله شيخنا الله يبارك فيك الله حياكم الله يبارك فيكم أبشر لأن شاء الله المرطي وبإذن الله أكيد بإذن الله بسم الله جد نبدأ شيخ بمراجعة للعصبة يلا شيخ أننا ذكر قال إذا كان الورثة كلهم عصبة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إذا كان إذا كان الورثة كلهم عصبة كلهم عصبة وليس فيهم صاحب فر وليس فيهم صاحب فر تكون المسألة من عدد رؤوسهم طبعا يعني مثلا خمسة أبناء من خمسة مفهوم ثلاثة أعمام أشقاء من ثلاثة من عدد الرؤوس الحالات التي تتكون فيها المرأة عصبة بنفسها وليس في النساء طرع عصبة إلا التي منت بعدق الروف كل ما يوجد من النساء عاصبة إلا المعتقة فقط الأم والبنت والأخت لأب والأخت الشقيق هذا ليس أصحاب فروب نعم ابن الأخ الشقيق يعصب بنت الأخ الشقيق هذا اللي وقعت فيها حتى تنتبه يا شيخ شوف يعني ممكن نسيت أنت كل شيء الآن وتذكرت هذا اللي وقعت فيه جيد هذا ممتاز إذن ابن الأخ الشقيق لا يعصب أحد ابن أخ الشقيق لا يعصب أحد عام شقيق لا يعصب أحد عام لأب لا يعصب أحد ابن عام شقيق لا يعصب أحد فقط كم؟ أربعة أربعة بعده ننتقل إن شاء الله تعالى إلى باب لا باقي ما يتكفي هذه المراجعة أبشر شخص ماذا أخذنا؟ أخذنا أقسام العصبة؟ قلنا لا أول شي شيخ كل يوم ولا كل دقيقة لازم تراجع أصحاب الفروض تضبطهم أصحاب النصف مع الشروض وأصحاب الثلثين الربع أصحاب الثلثين الثلث والسدس الثلث والسدس السدس أو السدس صحيح تعالى الشيخ لا لا ما فيها خطأ نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس ما فيها شكال تمام بعد هذا يعني إذا رجعت وضبط هذه الشروط تنتقل إلى العاصب وقلنا العاصب هو الذي يأخذ كل المال إذا فرض إذا كان واحد مسألة من واحد كانوا أكثر على عدد الرؤوس وأحيانا يأخذ الباقي إذا فيه صاحب فرض وأحيانا لا يبقى له شيء أعطيك المثال ليس له شيء هذا كنت يسأل عنه تمام سهل جدا شوف عندنا مسألة فيها زوج وأخت شقيقة وأخ لأب الزوج يأخذ النصف والأخت الشقيقة النصف كدري والأخ لأب وخاب عاصب لدى الإتمام قال لي إرثيش يأخذ البكاء يأخذ هذا اللي كتب الله سبحانه وتعالى له مفهوم إذا مسألتها من اثنين واحد واحد صفر إذن قد يرث كل المال وقد يرث الباقي وقد لا يرث ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهله فما بقي وإذا ما بقي شيء يمشي والعظيم يجيب الله سبحانك شيخنا نفهم من قولكم قد لا يرث في العصبة أن أصحاب الفروض مستحيل أن لا يرثون سيأتي معنا بعض المسائل أن صاحب الفرض يرث مثل الأب والأم هذا لا يمكن أنه ما يرث الزوج والزوجة ما يمكن الإبن والبنت وهذا ما يمكن لا بد يرثون مفهوم؟ لكن أخت شقيقة أخت لأب قد لا ترث قد لا ترث جد قد لا ترث مفهوم؟ مفهوم عندنا من أصحاب من الوارثين وارثات هذا دائما يرث يقوله من شاء يقوله من شاء لابد لابد يأكل مفهوم؟ وفي منهم ينتظر تمنى أنه قبل ميت أو كذا ينتظر فمثل الزوج والزوجة هذا دائما يرثون والأب والأم دائما يرثون والابن والبنت والبنت هؤلاء دائما يرثون مفهوم؟ مفهوم تمام طيب ذكر شيخ عدد الأقصام العصب ذكرناها ثلاثة أصحاء قلنا التعصيم والعصبات ثلاثة أقصام عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره مع غيره العاصب بنفسه جميع الوالثين من الذكوع عدى الزوج والأخ لهم ومن النساء المعتقى المجموع أربعة عشر والعاصب بغيره غير الذكر الأنثى وهم أربعة الإبن والعصب البنت وابن الإبن سواء إذا كان في درجتها وحتى لو كان أعلى منها يعصبها إذا احتاجت إليه إذا إيش؟ احتاجت إليه كيف تحتاج إليه؟ القريب المبارك والله يا شيخ بعض الألفاظ يعني هي في الشريعة يعني مردودة فما عندنا شيء يسمى القريب المشؤوم لأن الشؤم ما في الشؤم في الشريعة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير بل التطير هو الأصل فيه أن الشركة صار مفهوم يا أخي؟ سميه قريب مبارك ما في الشكاء لكن تسميه قريب مشؤوم لا مشكلة لا تسميه هذه التسميات خطأ هذه خطأ عندنا وإحنا أمس نبهنا على بعض الأخطاء قلنا ما تقول عدم وجود تقول عدم وما تقول هلك هالك كيف تهلكه مرتين؟ والله سبحانه وتعالي قال إن امرؤ هلك فتقول هالك عن ما تقول هلك هالك وكيف تهلك الهالك تقول ما تميت هو ميت أصلا تموت مرتين اتق الله هذا يقول بعض الأخطاء يعني أخطاء يعني أدخلها البعض غير صحيحة قريب مشؤوم ما يمكن ما تقول قريب مشؤوم خلاص؟ نعم نعم أعطيك مثال عندنا مسألة فيها ثلاث بنات ثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن ابن كم درجة؟ ثلاث درجات الثلاث بنات يأخذنا ثلثين بنت الابن لا السدس لا استغرقت الفر لكن جاء هذا العاصب يعصب التي في درجته والتي أعلى منه هذه أعلى منه يعصبها يعطيها عصبة عصبة معه فيأخذنا إيش الباقي ثلاثة اثنين واحد بينهم مسألة جديدة ثلاث بنات وبنت ابن ابن كم درجة؟ ثلاث وابن ابن ثلاث بنات الثلاثين وبنت الابن ما ترث السغر قصر هل هذا يعصبها؟ لا هي أنزل منه درجة ما يعصبها صفر إذا مسألة من ثلاثة اثنين والباقي واحد يعصبها إذا كان أقل منها إذا كانت في درجته أو أعلى منه أما أنزل منه درجة ما يعصبها أعطيك مثال لو هنا عندنا في نفس المسألة بنت ابن يعصبها أو لا؟ يعصبها يعصب إذن ابن الابن يعصب بنت الابن التي في درجته والتي أعلى منه إذا لم يكن لها فرض لكن إذا كان لها فرض لا شوف مسألة بنت وبنت ابن وابن ابن ابن تمام البنت الأولى النصف النصف بنت الابن السدس على ما يعصبها وهو له الباقي مفهوم؟ إذا مسألة من ستة ثلاثة واحد تكملة الثلاثين والباقي اثنين مفهوم؟ إذن القاعدة تقول أن ابن الابن يعصب بنت الابن التي في درجته والتي أعلى منه إذا لم يكن لها فرض التي أنزل منه ما يعصبها هذا فقط في ابن الابن أم أخ شقيق؟ لا أخ شقيق أخت شقيقة فقط مفهوم؟ نعم لأن ابن أخ شقيق ما يعصب أحد تمام؟ نعم هذا العاصب بغيره بغيره والعاصب مع غيره إيش القاعدة تقول؟ قلنا الأخوات الأخوات شقيقات أو لأب مع البنات جمع أو منفردين مع البنات وبنات الابن جمع أو منفردين عصب مع الغير الغير وانتهينا من العصبات مفهوم؟ مفهوم تمام طيب الآن إيش يبغى يعطينا؟ إيش موضوعنا الجديد؟ لنتقل إلى العول شيخنا لا كيف العول يا رجل؟ قبل العول الحجب إيش الحجب؟ حجب يعني المنع قال الحجب انقسم يا أخي ما في داعي ندرس الحجب صدق انتبه معي انتبه معي إذا ضبطت الفروض وضبطت التعصيب الحجب هذا أسهل ما يكون وأحيانا تقول ما له داعي أصلا أنا درسنا يا أخي أعطيك مثال أبو جد الجد ايش يأخذ؟ ما يأخش محجوب محجوب لكن هذا درسنا فهمت يا أخي؟ فممكن هذا باب الحجب نستغني عنه تستغني عنه إذا ضبط لكن إذا ما ضبط هو يأتيك بالحجب حتى تراجع عنه يكمل لك مفهوم يا أخي؟ مفهوم يا أخي مفهوم يا أخي ثبيت المعلومات عندك فالحجب ينقسم إلى قسمين حجب وصف وهذا تقدم معنى وين؟ في موانع الإرث قام به وصف منعه من الإرث أصلا ايش موانع الإرث؟ ثلاثة رقل وقتل واختلاف الدين تمام؟ هذا وجوده مثل عدو ما يؤثر شيء أصلا والثاني حجب شخص حجب شخص وهذا القسم إلى قسمين إما حجب حرمان أو حجب نقصان حجب حرمان صفر مثل أب وجد هذا حجب وحجب حرموا من الإرث مفهوم؟ تمام وحجب نقصان ينزل على فرضه الأم تأخذ الثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة جاء جمع من الإخوة أو جاء فرع وارث تنزل إلى السدس يسموه هذا حجب نقصان الزوج يأخذ النصف عدم الفرع الوارث جاء فرع وارث يأخذ الربع هذا ما أخذنا يا شيخ نعم إذا ما لداعي إذا ضبطت لكن إذا ما ضبطت لازم تأخذ باب الحجب حتى يراجع لك المعلومات وتضبط أيش الحجب المسألة أنه ممكن أحيانا أنت تنظر إليه وتأخذك العاطفة وتريد تعطيه من التركاف تعطيه من جيبك من جيبك مفهوم تمام إذن باب الحجب هذا كالمراجعة لما تقدم مهم جدا نعم مهم جدا لا يستغني عنه طالب علم الفرائض لكن إذا ضبط لا يحتاج أن يدرس هذا الباب إحيانا ويكون عنده هذا الباب سهل لكن إذا ما ضبط يشكل عليه قال عندنا جد وعندنا أب طب عندنا جد وعندنا أب الجد لا يرث عندنا جد وعندنا جدة عندنا إخوة لأم وإبن إخوة لأم وإبن ما يرث لا يرثوا تمام أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق وابن عم لأب وضعتق وابن كلما أخذوا صفر صح؟ لوجود من؟ الابن الابن هو اللي أخذ المال صح؟ صح تمام إذن يا شيخ مسائل الحجب قد تكون كثيرة عندك لكن ما يشكل عليك لو تجمع الوارثين والوارثات كلهم الخمسة وعشرين في مسألة اعتبر أنهم اجتمعوا في مسألة طبعاً ما يجتمع الزوج مع الزوجة لابد واحد يموت يموت نقل أربع وعشرين ها؟ نقل أربع وعشرين تقل أربع وعشرين تمام وممكن يجتمع كل الوارثين فقط وممكن يجتمع كل الوارثات الوارثات تتدرب على هذه المسائل وأسألك عنها الدرس القادم أربع وعشرين مسألتين هذه عندنا مسألة فيها الزوج ومسألة فيها الزوجة ومسألة فيها الوارثين فقط ومسألة فيها الوارثات فقط تكتبها في مسألة وتشوف من يرث ومن لا يرث تمام فإذن مسألة أو باب هذا باب الحجب باب مهم جداً لكن سهل جداً لمن ضبط الفروض والتعصيب إذا ضبط يكون عليه سهل الباب وما فيه أي إشكال وفيه عندك تمرينات هنا على الحجب تمام؟ تمام يلا أعطينا عندك شيء في الأسئلة هاتف طيب في الحجب شيخنا نعم ناخذ أمثلة 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 أخذنا لا أتخذ أمثلة ما في إشكال يقول الشيخ الجد يسقط الإخوة لأم والأخوات لأم والإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقاءة والإخوة لأب والأخوات لأب أم الجميع أم الأول والثاني فقط عندنا أي قولة مشينا عليه أن الجد أب الجد يسقط كل الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم مثل الأب إلا في الغراوين والعمريتين صحيح؟ صحيح يسقطهم كلهم كلهم وهذا أسهل يا شيخ نعم وهذا نص القرآن من التي أبيكم إبراهيم نعم قال شيخ ينقسم الحجب إلى حجب نقصان وحرمان أم حجب شخص ووصف؟ حجب شخص ووصف ولا الحجب الشخص ينقسم إلى نعم حجب نقصان وحجب حرمان تمام بعده من الورثة من لا يحجب حجب؟ حرمان وقلنا من الأب والأم والزوج والزوجة والإبن والبنت نعم الزوج والزوجة والأم يحجبون حجب نقصان الزوج والزوجة والأم يحجبون حجب نقصان لا حرمان أبدا نعم ثم ذكر شيخنا أمثلة تمام على الحجم يقول زوج وأخت لأم وأخ لأب لا هذا عندك أنت بعدهم طيب بعدها أنتهى من باب الحجم أنتهى من باب الحجم لكن عندك الآن تمارين على باب الحجب الأب التحل حتى يضبط هذا الباب طيب بعده انتقلنا للعول العول المسائل يا أخي مسائل الفرائض قالوا تنقسم إلى ثلاثة أقسام مسألة عادلة ومسألة عائلة يعني زائدة ومسألة ناقص كم قسم إذن؟ ثلاثة أقسام مسألة تزيد فيها الفروض عن أصل المسألة وسموه هذا إيش؟ عادية عائلة عائلة عول تمام؟ تزيد هذا ومسألة تنقص ومسألة تستقرق الفروض هذه عادلة وعائلة وناقصة اللي هي الرد مسائل عول مسائل رد ومسائل رد ومسائل وسط الوسط أخذناها وقلنا لك واحدة واحدة تأتي المسائل تمام فالعول فالعول هو زيادة في أصل المسألة ونقصان في نصيب الورثة أعطيك مثال الآن الزوج كان في مسألة فيها زوج وأخت شقيقة وأخت لأب سنكتب المسألة الآن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب الزوج يأخذ النصف عدم فرع الورث النصف والأخت الشقيقة النصف النصف كذا والأخت لأب السدس تكملت الثلثة مسألة من ستة ثلاثة وثلاثة واحد اجمع سبع تحط خط كذا لطيف على الستة وتكتب فوق أكم سبع فبدل كان يأخذ الزوج ثلاثة من ستة أصبح يأخذ ثلاثة من سبع العول لحقهم النقص لحقهم كلهم بالسوية لأنه ممكن الزوج قال أعطوني نسفي وامشي وخلي الأخت الشقيقة نقول لا العول لحقهم كلكم أنت ومن معك في المسألة مفهوم تمام هذا معنا العول زيادة في أصل المسألة ونقصان في نصيب نصيب الورثة في السهام مفهوم طيب يقول المسائل التي تعود عندنا أصول المسائل كم سبعة سبعة اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة وأربعة ستة ستة ثمانية وثمانية وثنى عشر واربع عشرين اللي يعول منها ثلاثة الستة والاثنى عشر والاربع عشرين فقط الاثنين ما تعول والثلاثة ما تعول والاربع ما تعول والثمانية ما تعول فلو أي إنسان يقول لك هذه المسألة فيها عوله كان أصلا من ثمانية تقول ليش خطأ خطأ خلاص تمام اللي تعول كم ثلاثة ثلاثة وأربعة لا تعول المجموع سبع سبع تمام الأول من الأصول المسألة التي تعول الستة يقول الستة تعول أربع مرات على التوالي إلى السبع والثمانية والتسعة والعشرة إذن الستة تعول أربع مرات إلى السبع والثمانية والتسعة والعشرة والاثنى عشر تعول ثلاثة مرات على الإفراد على العدد الفردي ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر والأربع عشرين تعول مرة واحدة إلى السبع عشرين وتسمى البخيلة قال ليش قال لي أن الستة عالت كم مرة أربع مرات والاثنى عشر ثلاث مرات على الإفراد والأربع عشرين مرة واحدة طيب يا أخي أحسن من الاثنين والثلاثة المهم قالوا بخيلة عاد هذا قلنا استلاح الفرضيين خلاص وقالوا أنها يعني هي البخيلة لأنها عالت مرة واحدة ورافقت من رافقت الكرام الستة أربع مرات واثنى عشر على اعتبار يعني يقولوا أشياء حتى أنت أيش تحفظ مفهوم تمام نعيد مرة أخرى ما هو العول هو زيادة في أصل المسألة تزاحمت الفرض جاتنا فرض كثيرة ايش نصنع وتزاحمه ما نستطيع نقدم أحد ونؤخر أحد أو نحنهم نعطيهم جميعهم لكن يلحق النقص عليهم بالجميع بالسوية مفهوم مفهوم أعطي مثال بعد عمر طويل في طاعة الله متى الشيخ عبد الله قل أمين عمر طويل في طاعة الله على حسن الختام وجينا بيعنا السيارة وبيعنا الشماغ والغترة والجوال والأيباد وطلعت التركة خمسة ألاف ريال سعود الله أستاذ وش نسوي عاد هذا اللي حصل وجاء فلا من الناس قال والله أطلب عبد الله ستة ألاف ريال وجاء واحد آخر وقال أطلبه أربع ألاف ريال كم المجموعة الديون عشر ألاف والمال خمس ألاف خمس ألاف فصاحب الأربع ألاف قال أعطوني الأربعة وخلي هذا يأخذ الألف وما يأخذ حق وصاحب الستة قال لا أعطوني الكم خمسة خمسة وألف أبحث وراء الورثة أبحث وراء أحد يعطينيهم إيش نصنع نقول لا ما نعطي هذا ولا هذا يلحقكم النقص كلكم بالسوية الدون كم عشر ألاف عشر ألاف والمال خمسة فقيمة النقص كم خمسة خمسين في المية فنعطي أبو أربع ألاف كم خمسة بالمية منها كم ألفين وذلك نعطي ثلاث ألاف لحقهم النقص كله بالسوية فله هذا يزعل ولا هذا يزعل طب والباقي الله يعوض عليه الله يعوض عليه أو يدور ولا ورثة فهمت معي فهمت نعم وهؤلاء اجتمعوا جاءنا زوجه أخت رئاب وأخت شقيق فنقول يحقهم النقص بالسوية هذه المسألة إيش العون الفوق تمام نبدأ بأول مسألة وهي الستة 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 قلنا مسألة فيها زوج وأخت شقيقة وأخ لأم خلاص نعم الزوج يش يأخذ النصف النصف أخت شقيقة كذلك النصف النصف أخ لأم الثلاث السدس 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 منفرد ستة ثلاثة ثلاثة واحد المجموع سبع تعوينا تضع خط لطيف كذا وتضع السبعة تمام مسألة أخرى زوج وأربع أخوات لأب وأم الزوج الثلاثين نعم يأخذ الثلاثين والأم وجد جمع من الإخوة السدس مسألتنا من ستة النصف ثلاثة والثلاثين أربعة والسدس واحد اجمع ثمانية نضع خط لطيف ونكتب ثمانية هذا معنى ستة عالت إلى ثمانية ثمانية زوج وثمانية أخوات شقيقات وثمانية أخوة لأم الزوج يأخذ النصف أخوات شقيقات ثلاثين أخوات لأم ثلث الثلث جمع جمع تمام إذا مشألتنا من ثلاثة ثلاثة واثنين شتة ثلاثة وأربعة واثنين اجمع ستة تسعة تسعة إذا عالت إلى التسعة تسعة زوج أخت شقيقة أخت لأب ثلاثة إخوة لأم وجدة يلا يا شخ ركز معي الزوج النصف الزوج النصف أخت شقيقة النصف النصف أخت لأب السدس السدس تكملت الثلثين إخوة لأم الثلث الجدة عدم الأم السدس مسألة من ستة النصف ثلاثة والنصف ثلاثة والسدس واحد والثلث اثنين بينهم والجدة واحد اجمع عشرة تسمى هذه عند الفرضيين أم الفروخ أم الفروخ مثل مثل الدجاجة فرخت يقول فرخت 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 الستة حتى وصلت عشرة هذا أكثر شيء تفرخ فيه مفهوم تمام إذا ننتهينا من عول الستة تعول الستة أربع مرات على التوالي إلى السبعة والثمانية والتسعة والعشرة الاثنى عشر تعول ثلاث مرات على الإفرات إلى ثلاث عشر ثلاث عشر وخمسة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر وسبعة عشر شوف يا أخي الآن أنت بفضل الله تراني أكتب وكذا واحد من الطلاب يقول تحفظ المسائل لا الممارسة تكتب دائما تخطئ تركز بإذن الله تضبط المسائل يعني الآن بعض الناس يظن أنه الشناقطة ها ايش ليسه بشر القوة حفظين القوة الحفظ وهو يظن إذا راح مريتانيا هو يظن أنه إذا ذهب إلى مريتانيا يظن مريتانيا جهاز يدخل من هنا حول جاهل ويخرج من هنا ايش عالم عالم حافظ لا 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 ليس هذا يخشتهد راجع يحفظ اضبط كرر مع أصدقاء كلنا دائما تراجع تضبط مسائل تضبطها يعني لماذا هؤلاء يضبطوا عندنا بعض بفضل الله يعني وناس مثلا كانوا في الجزيرة العربية هنا وما زالوا بعضهم يعني يضبطوا ويحفظ ليسوا بشناقضة وفي بعض الشناقضة مثلا ما يحفظ صح أو لا صحيح إذن ليست العبرة لا بالمنطقة لا بكذا عبرة بتوفيق الله سبحانه وتعالى عبرة أنه يراجع يكرر يحفظ قال ما قلت لمحدث قط أعد عليه ما قلت لمحدث قط يعني ولا مرة واحدة قال له أيش أعد علي من مرة واحدة أيش يحفظ يحفظ مفهوم؟ أي نعم احفظ فكل حافظ من قال هذا الرحب؟ إذن هنا كأنه أقول لك الفرائض لازم تحفظ تضبط المساعد مسألة فيها زوجة وثمانية أخوات شقيقات وأم يلا يا شخ الزوجة الرابع لعدم الفرع الوارث الأخوات ثلاثين والأم السدس لجمع مسألتنا من؟ مسألة من ثمانية يتخذ تق الله ثلاثين المسألة من أربع ثلاثة نعش وستة اثنى عشر نعش الربع ثلاثة والثلاثين الثلاثين أربع ثمانية ثمانية والسدس والسدس المجموع ثلاثة هذه عالة إلى ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر زوجة وستة أخوات لأب وستة أخوة لأم يلا يا شخ الزوجة الربع الربع ستة أخوات الثلثين الثلثين الثلث والثلث اجمع اعطينا من اثنى عشر ثلاثة وثمانية وأربعة المجموع اربعة اثنى عشر خمسة عشر خمسة عشر إذن عالة إلى خمسة عشر تمام إذن هذه المسألة الثانية في عول اثنى عشر عدد فردي ثلاثة عشر وخمسة عشر باقي سبع عشر زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وثلاثة إخوة لأم وجدة تمام بسم الله الزوجة الربع والأخت شقيقة النصف والأخت لأب السدس وإخوة لأم ثلث ثلث والجدة السدس مسألة من اثنى عشر الربع ثلاثة والنصف ستة والسدس وأثنين والثلث أربع والسدس أثنين اجمع ستة ثمانية رباطعة سبتعشر سبعة عشر هذه آخر عول لأثنى عشر إثنى عشر انتهينا انتهينا ايش بقي معنا بقي الأربع عشرين عول الأربع وعشرين زوجة وأربع بنات ابن وأم وأب الزوجة تأخذ الزوجة تأخذ الثمن لماذا وجود فرع وارد والبنات الثلثين الثلثين الأم السدس ولا شك خلاص الأب مع الإناث يأخذ السدس زايد الباقي صح نعم تمام مسألتنا من أربع عشر من أربع عشرين الثمن ثلاثة والثلثين ستة ستة عشر والسدس أربع والسدس أربع زايد الباقي صحيح ما بقي شيء زادت المسألة اجمع أربع عشرين سبع عشرين شوف يا أخي سبع عشرين على تسعة ثلاثة شوفت الزوجة بدأ أخذ الثمن أخذ التسع هو لا ينصح هذا لكنهم يعني قلنا بعض المسألة عند الفرضين حتى أنت تحفظ تقرب الصور تقرب الصور قالوا ولا يصح قالوا أنه علي رضي الله عنه كان على المنبر يخطب كان علي رضي الله عنه يخطب على المنبر يقول الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعة ويجزي كل نفس بما تسعى وله المآب والرجعة وهو يقول هذا الكلام قام رجل في وسط الخطبة وقال يا أمير المؤمنين زوجة وبنتان وأبوان ما نصيب الزوجة مفهوم هي شوف المسألة دي زوجة وبنتان وأبوان ما نصيب الزوجة ما قطع الخطبة ركب المسألة هنا وأجاب على السجع على القافية قال الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعة ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة صار ثمن الزوجة تسعى الله أكبر ما يصح لكن من باب حتى تحفظ وتضبط مرحوم يا أخي نعم نعم ففي مسائل عندهم يعني يعني ما بعد فترة تجد أنه ما يحتاج لكتابة مفهوم ومسائل سهلة جدا يضبطها الطالب ويتمرن عليها حتى مجرد ينظر في المسألة يعرف أنها خطأ ترى أحيانا في التصحيح عندنا مجرد ما تنظر في المسألة تعرف أنها خطأ كيف؟ بدون ما تحل بدون في التصحيح المدرس الآن عندما يصحح مجرد ينظر في المسألة يعرف أنها خطأ ينظر فيها ويقول خطأ كيف؟ يورف أحدنا أي مثلا أو حاط هنا ثلاثة عرفت؟ أو حاط هنا الباقي واحد أو صفر للأب مجرد ما ينظر فيها يعرف أنها خطأ مفهوم يا أخي؟ تمام هذا بكثرة ايش؟ التمر تدريب يتدرب يتدرب دائما يكتب دائما يتمضى خلاص؟ إذن بهذا أتممنا مسائل العون العون وقلنا أن الأصول التي تعول كم؟ ثلاثة وهي الستة والاثنى عشر والاربع عشر الستة تعول أربع مرة على الإفراد إلى السبع والثمانية والتسع وعشر والاثنى عشر تعول على الإفراد ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر والاربع عشرين تعول مرة واحدة وتسمى البخيلة البخيلة خلاص وعندهم مسألة يسموها المنبرية هذه اللي قلت لك على المنبر هم يسموها بهذا الإسم العون الاربع عشر أي وقل صار ثمن الزوجة تسعة تسعة مفهوم؟ وما تصح طيب على أي اعتبار شيخ؟ يعني مسائل الفرائض مسائل شيقة ومسائل تجعل الإنسان يتنبه يكون نبيه وكذا و نصف العلم على ما قلنا وبعض الناس يعني عندما يدخل في الفرائض يفتح الله سبحانه وتعالى عليه في بقية العلوم لأنه يشتاق في أشياء يا شيخ تشوق طالب العلم لطلب العلم يعني لآن مثلا لو بدأنا مثلا أنا وإنت الآن ودرسنا الجد والأخوة ممكن تكره الفرائض ولا تستمع صدق والله لكن خففنا عنك وقلنا في ثلاث آيات وجد الضرب ايش؟ 2-3-4 ومسائل سهلة أنا أدرسها ما حصل أحد يدرس فرائض سهل جدا صدق يعني والله أخي سهلة سهلة ليست صعبة في عندنا صغار والله يضبط الفرائض صغار ليسوا بكبار يضبطون الفرائض وكذا وبعض الناس يعني تزهدك في العلم وقل هذا الباب صعب وفرائض أترك يعني هذا انهزام وانسحاب لا اطلب العلم يا أخي ومن يعينك الله سبحانه وتعالي يعينك يا أخي على هذا العلم وشيء سهل وتستطيع بإذن الله في أسبوعين ثلاثة تضبط هذا العلم ويكتب في ترجمتك الفرض الفرضي الشيخ عبد الله الفرضي ما شاء كويس الله يسهناك بطاعت الله يعيننا وياكم الله بارك تمام إذن انتهينا من المسائل التي تزيد وانتهينا من المسائل العادلة العادلة والعائلة قال الآن الله يعينك على إيش على الرد الناقصة وهذه أيضا سهلة ما فيه صعب بإذن الله تستعم بالله وتطلب والله ميسر سبحانه وتعالي سبحانه وتعالي يلا بسم الله إذن الآن نرجع إلى من إلى الرد إلى الرد الآن تجي عندنا مسائل يبقى فيها شيء من أصل المسألة مثاله قال جاتنا مسألة فيها أم في غيرها قال ما في غيرها في عاصب قال مقطوع من شجرة ما عنده لمن أم إذن أم إذن إذن إذا كانت المسألة فيها نوع واحد ترد على عدد الرؤوس كم رأس هي واحد إذن مسألة من واحد طيب ممكن واحد ينظر المسألة كذا يقول يا أخي اتق الله هذه أم تعطيها إيش ثلث ليش معطيها كل المال تكتب هنا فرضا وردا وردا ليش قال عشان إذا أحد نظر المسألة يعرف أنك أنت إيش فاهم وقال لك اتق الله تعطيها كل المسألة هذه لا هي عاصبة ولا شي مفهوم يا أخي مفهوم تمام ستة بنات كم عددهم الآن ستة ستة المفروض يأخذوا إيش ثلثين ثلثين قال يعطيهم من عدد الرؤوس كم ستة إذا مسألة من من ستة وتكتب هنا فرضا وردا فرضا وردا حتى لا أحد تستشكل عليه المسألة كيف يا أخي يعطيهم أنت ستة هذا إذا كان الورثة إيش نوع واحد لكن إذا كانوا أكثر من صفل فرضهم كل واحد عنده فرض مثاله قال عندنا أم وأخت لأم قال تمام إيش تأخذ الأم الثلث يا رجل اتق الله الثلث أخت لأم ترى مسجل هذا عليك لنصنع كثير الأم الثلث الأم الثلث والأخت لأم السدس السدس مسألة من ستة الثلث الثلث والسدس واحد إجمع ثلاثة حط خط مثل ما كنت تسوي العول وتكتب كم ثلاثة يا سلام ما في أحلى من كده بدل ما تزيد تنقص تنقص ودين أشياء هذا أسهل مفهوم؟ مفهوم لا لو فيها عاصب ما كانت أش ما ردينا ما كانت رد تكون أش مسألة عادلة عادلة مفهوم؟ إذن أخذنا الرد إذا كان الورثة نوع واحد وإذا كانوا أكثر من صف أعطيك مثال ثاني أخت شقيقة وأخت لأب أخت الشقيقة تأخذ النصف أخت لأب السدس تكملة الثلثين مسألة من ستة ثلاثة وواحد أربع المجموع أربع تضع خط لطيف على الستة وتكتب أربع وتكتب فرضا وردا وهنا فرضا وردا مفهوم يا أخي؟ مفهوم الشيخ طيب يقول المشكلة الآن طلعتنا مشكلة جديدة وقلنا عند الفرضين بإذن الله ما في أيش؟ ما في مشاكل ما في مشاكل مشاكل ممكن بره تكون عند غير عند غير الفرضين فرضين لا يوجد عندهم مسألة أيش؟ مشكلة مستحيلة الحل خلاص ما يوجد مسألة مستحيلة الحل كان في قاضي من القضاء في منطقة منطقة المملكة تعرف القضاء ما يقسم التركات لأنه ما عنده وقته هذا ليس من تخصصه من عمله يقسم اللي يقسم التركات مثلنا ويرفع المسألة للقاضي فهؤلاء الورثة عندهم قضية فيها مناسخات طويلة وفيها قراريط سيأتي معنا قراريط والمهم القاضي كل ما يحل المسألة والورثة يرفع للقاضي القاضي يقول المسألة أيش؟ خطأ فتعب الورثة وقال القاضي حلها أنتقل أنا ما حل هذا متخصص ليس من عملي تم حلوه فراح لواحد مقسم تركات وقالوا كل ما نأتي بحل هذه المسألة يردها القاضي قال والله حل حل بإذن الله ما يردها القاضي بس لي قراريط من قراريط من قراريط في أحد المشايخ في السعودية سبب تعلم العلم الفرائض أنه كان عندهم تركة وما حل هو تعلم وحلها ما شاء الله فهم ما شاء الله فما في شيء مستحيل الحل ما شاء الله ولو تأخذ قيرات مع الورثة فهو نعمة نعم لكن أحيانا قد تكون فتوة يزيد الحل ما تكتم العلم انتبه ولا تحل مسائل وممكن تورد ترى تحل مسألة والخطأ وبعدين أرجع لك طيب فقال عندنا ظهر الآن أحد الزوجين ظهر أحد الزوجين في مسألة فيها رد هل يرد على أحد الزوجين قال لا ما نرد عليهم نرد على غير الزوجين مفهوم أحد الزوجين ما نرد عليهم وإحنا قلنا سنمشي على قول واحد في المسألة فجاءتنا مسألة فيها زوجة وبنت مفهوم قلعت الزوجة فرض ما هي الزوجة لها لها الثم الثم والبنت النصف النصف مسألة من ثمانة واحد والنصف أربع كم بقي ثلاثة ثلاثة نرد على من على البنت على البنت والزوجة ما يرد عليها إذن أربع زايد كم ثلاثة المجموع خمسة المجموع سبعة اتق الله يا رجل فرضا وردا والزوجة ما يرد عليها هذا إذا كان مع الزوجة صنف واحد أعطيك مثال ثاني زوجة وسبعة بنات ابن الزوجة اشتأخذ تأخذ ثم ثم وسبعة بنات ثلثين مسألة المفروض من كم من أربع عشرين الثمن ثلاثة والثلثين ستة عشر ويبقى معنا كم خمسة خمسة ترد على من على بنات الابن فقال اجعل المسألة من مخرجة الزوجية مسألة من ثمانية واحد والباقي سبعة لكن اكتب هنا فرضا وردا مفهوم اذا اخذنا اذا كان اصحاب الرد دون احد الزوجين والرد مع احد الزوجين لكن كانوا صنف واحد الان بتجينا مسائل مع احد الزوجين فيها اكثر من صنف زوجة وبنت وبنت ابن الزوجة اشتاخذ الثمن والبنت النصف وبنت الابن السدس مسألة من اربع عشرين اربع عشرين الثمن ثلاثة والنصف نعش والسدس اربع كم المجموع تسعة احش اه تسعة عشر تمام اذا هذه مسألة فيها فيها رد مجرد تنظر اليها هنا تقول هذه فيها رد طيب لو نرد الان ما تنضبط المسألة هكذا فقال الحل ان تجعل المسألة مسألتين وبعدين تجمع بينهما اعطيك المئة اذا هذه المسألة عندنا فيها رد فنكتب هكذا المسألة زوجة وبنت وبنت ابن شوف معي نحل مسألة الزوجة على حدة الزوجة اش لها ثمان مسألة لها من ثمانية واحد والباقي سبع اتركهم الان ما تقسم عليهم لانهما أصحاب الرد وتكتب مسألة خاصة لمن من أصحاب الرد بنت وبنت ابن تمام البنت وبنت ابن السدس والباقي والنصف والسدس من كم؟ من ستة من ستة ثلاثة وواحد المجموع المجموع أربع أربع إذن حلينا مسألة أصحاب الرد على حدة ومسألة الزوجة على حدة الآن نبغى نجمع بين المسألتين هذه المسألة كم؟ من أربع مسألة هؤلاء والرد عليهم من كم؟ الباقي سبعة إذن هنا عندنا سبعة وأربعة إيش بينهم؟ تباين فأرفع السبعة فوق الأربعة والأربعة فوق الثمانية واليمين أكوين؟ هذا اليمين أو هذا اليمين؟ هناك اليمين أربعة في ثمانية أربعة في ثمانية إثنين وثلاثين إثنين وثلاثين ما شاء الله واحد في أربعة أربعة ثلاثة في سبعة واحد وعشرين واحد في سبعة وسبعة شوف الآن إثنين وثلاثين على ثمانية أربع أخذت الزوجة ثمن تماما وهذه أخذت كم واحد وعشرين يعني أكثر من إيش أكثر من النصب وهذه أخذت سبعة أكثر من السدس إذا رددنا على هؤلاء دون الزوجة مسألة بالتمرين تتضح إن شاء الله تعالى أعطيك مثال ثاني أعطي هذا الآخر زوجة وأم وأخ لأم لو حلينا المسألة المسألة ثمن وسدس وثلث فيها باقي صح؟ إذا نصنع كم مسألة؟ مسألتين الزوجة لها الربع هذه الربع والباقي كم؟ باقي ثلاثة أم وأخ لأم مسألتنا من كم؟ من ستة اثنين واحد المجموع؟ ثلاثة 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 مع الثلاثة على الثلاثة فيها واحد وعلى الثلاثة فيها واحد إذن أربع في واحد أربع واحد في واحد واحد اثنين في واحد اثنين واحد في واحد واحد إذن الأم أخذتينش؟ النصف أكثر من الثلاث والأخ لأم أخذ ربع أكثر من السدس مفهوم الشيخ؟ هذه كيف نحسبه كذا؟ سيأتي معنا في تصحيح المسائل إذن إذا كانت المسألة فيها رد دون أحد الزوجين على عدد الرؤوس إذا كانوا صنف واحد وإذا كانوا لهم فرائد مختلفة نعطي فرائد ونجمع مثل ما كنا نصنع في العول وإذا كان صنف واحد مع أحد الزوجين نعطي أحد الزوجين فرض والباقي لهم أكثر من صنف نجعل مسألتين مسألة للزوجية ومسألة لأصحاب الرد ثم نجمع بينهما عمل الحساب سيأتي معنا في المناسقات وفي غيره كيف ننظر في هذه المسائل تمام؟ تمام الشيخ الله سيكم اللي فهمت الآن اللي فيه طريقتين لحل المسألة اللي فيها أحد الزوجين مسألة لا هي مسألة يكون معهم صنف واحد أو أكثر من صنف إذا صنف واحد من مخرج الزوجين وانتهت المسألة وإذا أكثر من صنف لازم نصنع لازم مسألتين هذا كله لماذا نصنع لأنه لا نريد أن نرد على أحد الزوجين نعم مفهوم؟ نعم تمام إذن أخذنا اليوم الحجب وقلنا ما له فائدة لا أكبر فائدة في الحجب لكن اللي يضبط المسائل ويضبط الفروض ويضبط العصبات الحجب يكون عنده سهل واللي لا يضبط تختلط عليه الأمور فيها مفهوم؟ مفهوم تمام وقلنا أن الحجب حجب وصف حجب شخص وحجب شخص وصم حرمان ونقصر وقلنا فيه أناس ما يحجب أبدا يعني ما يحرموا حجب حرمان صح؟ تمام وأخذنا العول قلنا الزيادة في أصل المسألة ومسائل ثلاثة تعول الستة أربع مرات على التوالي واثنى عشر ثلاث مرات على الإفراد والأربع عشرين مرة واحدة للسبعة وعشرين وأخذنا مسائل الناقصة وقلنا صنف واحد من عدد الرؤوس أكثر من صنف دون الزوجين تعطي كل واحد فرض ثم تجمع كما كنت تصنع في العول إذا أرد صنف واحد مع حد الزوجين إيش تصنع؟ من مخرج الزوجية وإذا كان أكثر من صنف تصنع مسألتين ثم تجمع بينهما مفهوم مهم جدا شيخ التمارين إحنا نمر الآن نمشي على اعتبار أنك أيش تحل تمارين كل مسألة على حدة فعندك مسائل الرد نحد الزوجين على حدة ومسائل الرد مع حدة الزوجين مع حدة الزوجين لكن ممكن يضع لك أحيانا في المسائل هنا مع حدة الزوجين مسألة فيها عول ومسألة فيها عصبة حتى اختبرك أنت فهمت أو لا مو تجعل كل المسائل إيش عولوا كل المسائل فيها رد لا انظر أول في المسألة فيها رد ولا حلها مرتين ثلاثة حلها على حدة مثل ما حلنا مسألة هنا قبل وقلنا لا هذه فيها رد ما يصلح لازم نجعلها مسألتين تمام تمام الله أفقنا وإياكم أتزاكم الله خير الشيخنا بسم الله بارك الله فيكم بارك الله فيكم إلى هنا نكن وصلنا إنهاء هذه الحلقة إلى حلقة قادمة استودعكم الله الذي يضعوا وداعوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصي من خير ما يعين على التحصي ترجمة نانسي قنقر